اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج الحدث الايراني ونناقش فيها العلاقات السعودية الايرانية واحتمالات الانتقال من الحرب بالوكالة الى الصدام المباشر ولكن قبل مناقشة هذا الموضوع دعونا نتوقف مع هذه الطائفة من الاخبار القصيرة قال نائب وزير الخزنة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية الامريكية سيغال مادلكر خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية في الكونغرس بانه على كل من يتعامل مع الحرس الثوري الايراني ان يتحمل مخاطر وتابعات ذلك وذلك بعد العقوبات التي فرضتها مؤخرا على العشرات من قادة الحرس والشركات التابعة له طلب نواب في الكونغرس الامريكي بفرض عقوبات على مجموعة مسلحة مقربة من طهران تعمل في سوريا والعراق وتقدم نواب في الكونغرس بمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على عصائب اهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله بدعوى انها تأخذ قراراتها من طهران قتل رئيس حركة النظال العربي لتحرير الاحواز احمد مولي المقيم في مدينة لاهاي في هولندا برصاصة اطلقت عليه امام منزله واتهم مسؤول مكتب الاعلامي لمنظمة حزم لتحرير الاحواز عادل السويدي ايران واتبعها بجريمة الاغتيال تقدم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بشكوى ضد صحيفة كيهان التابعة لمكتب خامنائي بعد نشرها لخبر يؤكد ان دبي هي الهدف الثاني للحوثيين بعد الرياض كشف امين عام منظمة الخدمة الاجتماعية في بلدية طهران ردا قديمي في تصريحات صعفية ان 90% من الاطفال العاملين في بلاده يتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب محمد المدحجي الآن ارحب بضيفي محمد المدحجي الخبير في الشأن الايراني الذي سيرافقنا طوال هذه الحلقة اهلا بك محمد اهلا بك ساوسا دعنا نتوقف عند بعض الاخبار الهمة التي استمعنا اليها واشنطن كل من يتعامل مع الحرس الثوري الايراني يتحمل المخاطر لماذا هذه التحذيرات مجددا خلال هذه المرحلة يعني في قراءة سريعة لهذا التصريح انا اراه موجها للحلفاء الاوروبيين خاصة وطبعا جاء في تصريحات نائبة الوزير التي قالت انه على جميع الحلفاء والشركات وشركاء الولايات المتحدة ان يعلموا ان التعامل مع الحرس الثوري له مخاطر وله تداعيات على استثماراتهم وشراكتهم مع الولايات المتحدة يعني في الدرجة الاولى هذا الخطاب او هذا التصريح موجه للحلفاء الغربيين في الدرجة الثانية طبعا موجه للباقي كالصين او روسيا او باقي الدول وطبعا هناك شخصيات وكيانات صينية ولبنانية وروسية وكوريا الشمالية وغيرها وضعت على لاحة الارهاب بسبب تعاملها مع الحرس الثوري وايضا برنامج الصاروخ الايراني وهذا التصريح بحد ذاته هو خطوة اخرى باتجاه التصعيد الذي وعد به الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مواجهة الحرس الثوري وطبعا كان هناك تصريح اخر لنائبة الوزير حول انه الحرس الثوري اقتصاده غير شفاف يسيطر على الجزء الاكبر من الاقتصاد الايراني بمعنائه الحكومي والدولة فقالت انه لا نستطيع ان نميز بين اقتصاد الحرس الثوري واقتصاد الدولة وهذا يعني انه بزارة الخزانة ذاهبة باتجاه فرض مزيد من العقوبات حتى على النظام الايراني نعم ايضا من الاخبار الهمة التي استمعنا اليها محمد اتهامات لطهران باغتيال قياد احوازي في لهاي ما حقيقة هذه الاتهامات اولا وما اهمية هذا الرجل في البداية انا ابدأ من السؤال الثاني اهمية هذا الرجل حركة النضال العربي لتحرير الاحواز هي انشط حركة داخل ايران على اراضي قليم الاحواز المحتل وهذه الحركة تعتمد الكفاح المسلح ويعني لا يزال كفاحها مستمر حتى يومنا هذا وازعجت الايرانيين كثيرا في مجال استهداف منشآت النفطية ومنشآت العسكرية وغيرها من المنشآت هناك في الاقليم النقطة الاخرى ان ايران وضعت حركة النضال وتحديدا احمد مولى زعيم هذه الحركة على قائمة المطلوبين منذ عام 2010 ووصفتهم بالارهابيين حسب تعبيرها تعبير الايراني يعني ايران وضعت هذه الحركة بمستوى منظمة مجاهد خلق الايرانية التي تعادي ايضا طهران وعدمت فعلا ايران اكثر من 25 من قيادي وعضاء هذه الحركة ونقطة اخرى ايران منذ العقدين الماضيين اغتالت اكثر من 70 شخصا من معارضها في اوروبا و19 اخرين في الولايات المتحدة وابرس شخصية التي ايران اغتالتها اخر رئيس وزراء لحكومة الشاه السابق النظام الملكي في باريس اغتالته وايضا قاسم له زعيم حزب الديمغراطي الكردستاني اللي هو من اعمدة الثورة الاسلامية في ايران وكان عضوا في مجلس خبراء الغيادة الايراني اغتالته في ميكونوس في النمسة يعني ما الدليل على ان ايران فعلا هي من نفذة عملية الاختيار هذه يعني هي تبقى في اطار التكهنات يعني لا يوجد دليل بمعنى انه يقدم للمحكمة حتى تعاقب ايران لكنه حسب التحاليل والسابقة ايران في اغتيالات السياسية في اوروبا وتم اصدار قرار على جماعة ايران في المانيا وفي النمسة وحتى في فرنسا الذين اختالوا شخصيات بارزة ان ايران لديها سجل طويل في هذا المجال ولا يمكن يعني اذا الان نريد ان نضع يدنا في هذه الظروف على اول دولة اللي هي متنفعة من هذا الاغتيال وهي صنفته كمطلوب لها على قائمة المطلوبين لها في خارج ايران كهذه الشخصية نعم دعنا الان محمد ننتقل الى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة حيث دخلت العلاقات السعودية الايرانية مرحلة جديدة من الصراع ويخشى البعض من انتقالها من الصراع بالوكالة الى المواجهة المباشرة خاصة في ظل قصف جماعة الحوثي العاصمة السعودية الرياض بصاروخ فاليستي اعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء من ناحية اخرى كان الرئيس الايراني حسن روحاني حذر السعودية من العبث مع ايران في المقابل اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان ايران تمثل خطرا على اقليم الشرق الاوسط اذا تطورات خطيرة فعلا محمد كيف تتابع هذا التحول في استراتيجيات الصراع ما بين ايران والسعودية يعني الاختراق الابرز اللي حصل حتى الان هو استهداف الرياض دون المملكة العربية السعودية وايران اعتمدتها اسلوب واضح وانه لا تعرض الامن القومي الجانب المقابل بخطر فاضح داخلي الان يعني استهداف الغرى او المدن الجنوبية في السعودية لا يؤثر كثيرا على الاقتصاد او على الامن السعودي لكن استهداف الرياض يعني استهداف العاصمة احنا ذا تذكرنا فترة حرب التسعمية يعني الثمن سنوات بين ايران والعراق طالما العراق لم يستهدف طهران ايران لم تكن تقبل بوقف اطلاق النار لما ضرب العراق طهران ومشهد واصفهان بصواريخ بعيدة المدى بعد اقل من شهرين ايران وافقت على وقف اطلاق النار وبينما العراق كان يطالب بوقف اطلاق النار منذ عام 1980 يعني هل الرياض وطهران يعني كل دولة حريصة على عدم ان تنتقل هذه الحرب لبيتها يعني هي على استعداد لان تخوض هذه الحروب ولكن في مساحات اخرى في بقع اخرى ولكن ليس في دولها نعم هذا هو اللي شاهدناه خلال العقدين او ثلاث عقود من هذا الصراع الطويل طبعا ليس الصراع ان حدث اليوم او امس يعني اذا رجعنا لتاريخ تشكيل مجلس تعاون الخليجي جاء بعد انتصار الثورة وبعد اندلاع الحرب مع العراق شعار خميني كان تصدير الثورة الاسلامية وحسب الدستور الايراني مادة 154 تنص على انه تصدير الثورة هو من مهام وزارة الخارجية الايرانية وهو فيلق الغودس طبعا فينشئ هذا المجلس لانشاء تحالف جديد بوجه المخاطر الايرانية من وجهة نظر التخليجيين طبعا ايران مشكلة ايران مع الخليج لم تقف عند هذا الحد ايران تطالب او تدعي بانه بحرين جزء من اراضيها وتريد ما تسميه باستعادة السيادة الايرانية على البحرين فضلا عن الجزر الثلاثة اللي اختلتها وهي نقطة توتر مع درع الجزيرة نعم ودرع الجزيرة طبعا جاء بعدما انه هناك كانت انباء وصلت لجانب الخليجي الحرص الثوري يستعد لدخول واشتياح البحرين فجاءت دخول درع الجزيرة لمنع ذلك الاشتياح قبل اكثر من سمعة او ثمان عوام نعم ازمة الحاج وحركة السفارة في السعودية ازمة الحاج ليست حديثة يعني اذا رجعنا الى عام 1986 اظن هناك حصلت ازمة في الحاج وايران ارسلت اسلحة ومناشير ضد النظام السعودي في الحاج وكانت مظاهرة في مكة وسقط اكثر من 85 قتيل حينها بعدها تلت تفجيرات في موسم الحاج او هجوم كيمياوي في الحاج اتهم به حزب الله الكويت مدعوم من حزب الله لبنان حينها وحكم بالاعدام على من منفذ ذلك تلت الازمة هناك كارثة سميت بكارثة ميناء واقلغت السفارة السعودية وحرقت السفارة السعودية في طهران صحيح نعم قتل علاقات ايضا يعني وصلت الامور لقطع العلاقات بين البلدين اجتداد الصراع بالوكالة في الاقليم وصولا لتسوية نوعا ما في لبنان وعودة لهذا الانفجار في العلاقات مجددا قبل هذا القطع احنا شاهدنا نوع من التبريد او نوع من التقارب ايراني السعودي في لبنان باختيار ميشيل عاون العماد ميشيل عاون رئيسا للبلاد لكنه لم تدم هذه التبريد في العلاقات البلدين وحصل اعدام النمر النمر وكارثة ميناء وقطعت العلاقات بين البلدين والان نرى ان الحرب بالوكالة اشتدت في العراق في اليمن في لبنان مستعرة هذه الحرب والبعض يعتبرها قرع طبول الحرب المباشرة يعني الان خبراء بعينهم يصفون ذلك بقرع طبول الحرب سنناقش هذا الموضوع محمد وان كانت الامور فعلا ستصل للمواجهة المباشرة ما بين السعودية وما بين طهران ولكن بعد ان نتابع التقرير التالي بقومنا السعودية وإيران ومن يطلق الرصاصة الأولى لعل هذا السؤال كان مستبعدا إلى وقت قريب بسبب اختيار البلدين مواجهة بالوكالة أو قل حربا باردة قبل أن يصبح علامة استفهام تؤرق المنطقة ومعها العالم فالخطاب السعودي انتقل من مرحلة اتهام إيران بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة إلى وصف ما تقوم به طهران بكونه أعلان حرب ضد السعودية كثيرون تحدثوا عن كون مرحلة ما قبل سقوط الساروخ الباليستي للحوثيين في الرياض لن تكون كما بعدها والبداية كانت باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وتوجيهه سيلا من الانتقادات لإيران وحزب الله في خطاب رآه كثيرون حاملا لمصطلحات سعودية وناقلا لموقف المملكة أكثر من كونه موقفا للحريري الرد الإيراني ضد التصعيد السعودي مزج بين الترغيب والترهيب بحديث رئيس الإيراني حسن روحاني عن اقتراف المملكة لخطأ فادح إن اعتقدت أن إيران عدوة لها وفي المقابل يحذرها من التحرك العسكري ضد طهران بدعوى أن قوى أكبر من السعودية حاولت مواجهة إيران وفشلت في الأمر ويرى البعض أن طبول الحرب التي تقرع حاليا لن تكون مباشرة بين طهران والرياض وإنما في ساحة تشهد حالة من الاستقطاب الشديد بين البلدين وتعرف بسطا للنفوذ الإيراني مواسفات تنطبق على لبنان فهناك بات حزب الله صاحب اليد الطولة في البلاد وتعمل الدبلوماسية الإيرانية على التقليل من خطورة الاتهامات السعودية وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجي الإيراني جوال ظريف باتهام السعودية بالتورط في إشعال حروب عدوانية بالمنطقة مستبعدا أي تحرك عسكري ضد بلاده وتستند الأرياحية الإيرانية في التعامل مع التصريحات السعودية بالوقائع على الأرض وهنا يقول مراقبون إن إيران باتت حاضرة بل نافذة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وكل تحرك ضدها سيشعل كل هذه الجبهات ضد الأهداف السعودية ومن وجهة نظر إيرانية وعليه يبقى خيار المواجهات غير المباشرة هو الأقل كلفة بالنسبة للسعودية وبين التحليلات المستبعدة لخيار الحرب والأراء التي باتت تسمع طبول الحرب القريبة يعيش الشرق لوست حالة من التوجس والخوف من حرب جديدة وما أكثر الحروب في المنطقة الآن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا عبر هذه الحلقة الدكتور سعد ناجي جواد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور سعد معنا يعني بداية هل نحن فعلا أمام تحول في استراتيجيات الصراع السعودي الإيراني؟ يعني بالتأكيد أن هذا التصعيد الكبير الذي جرى خلال هاي الأيام القليلة الماضية هو تحول كبير في العلاقات ما بين الأطراف الإقليمية وتصعيد كبير باتجاه الحرب والصدام ما بين الأطراف الإقليمية وخاصة بين السعودية وإيران كل الدلائل تشير إلى أن هذا التصعيد ربما لن يكون مباشر أو المواجهة ربما لن تكون مباشرة وإنما ستكون عن طريق طرف آخر أو بالنيابة خلينا نقول ما بين الأطراف المختلفة لكن الشيء الأساسي المهم أن هذا التصعيد هو أكثر ما يكون برغبة أمريكية من رغبة دول المنطقة منذ فترة والسيد ترامب بسياسته الهوجاء بسياستها المتطرفة بتصريحاته اللاعقلانية كان يحرض ونسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فسح المجال لإيران لكي تتمدد في المنطقة وخاصة بعد احتلال العراق نعم وهي التي لم تفعل شيء في هذا المجال ولكنه الآن يريد من العرب أن يقوموا بحرب ضد إيران نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو الخطر الأساسي في العملية نعم يعني محمد هل بلغت تصعيد الآن خلال هذه المرحلة ربما أعلى المستويات ما بين السعودية وما بين إيران يعني نحن نتحدث عن مستوى الرد على مستوى القيادة يعني حسن روحاني الرئيس الإيراني هو من يرد على ولي العهد السعودي وعلى اتهامته نعم في البداية طبعا أحيي الدكتور سعد الغالي وأيضا سادة المشاهدين العزاء مجددا بالنسبة لما نشهده الآن من التصريحات يعني نرى انفلات في الموقف للبلدين يعني خلال الأزمات الماضية السنوات والعقود الماضية شاهدنا أنه هناك التزام وأطر محددة تتزم بها طهران والرياض لكن الآن نرى أنه جميع الخطوط الحمراء بدأت تخترق يعني إيران لما توجه أحد أذرعها والصاروخ هو لا شك في أنه إيران أرسلته للحوثين والحوثين ما كان أن يملكوا هذه الصواريخ ولم يسبق لهم وفجأة إيران تنفي ذلك طبعا إيران تنفي نحن لا نريد نتحدث عن تصريحات الرسمية نحن نحلل يعني لما نريد نقول أن اليمن ليست بقادر أن يصنع بندقية فما بالك بصاروخ يعني صاروخ من هذا النوع باللي يستطيع أن يضرب بدقة الأهداف المحددة فإيران تخترق الحدود السعودية اخترقت أيضا يعني بدأت تدخل في حوزات نفوذ إيران العراق مثلا يعني الغضب الإيراني ليس بسبب أنه ما يحصل في اليمن إيران لا تبالي ما يحصل على العرب هذا ما لا يهمها أصلا من الأساس هي تريد لديها مشروع توسعي ما تسميه بمجازر في اليمن هذا ليس إلا ورغ الضغط على السعودية فالآن نحن سنشهد ردا سعوديا مباشرا أنا من أقصد من المباشر لا أقصد أنه ستضرب الأراضي الإيرانية مثلا السعودية الآن تعدى العدى لضرب حزب الله هذا واضح وهناك تسريبات عن طائرات سعودية تجهت إلى قبرص وتحذيرات التي وجهت الرئيس المكرون خلال زيارته إلى أبوظبي والرياض وقالوا له بالحرف الواحد أنه مستعدون لتوجيه ضربة إلى حزب الله ووجه الرئيس الفرنسي مبعوثا خاصا وهو في أبوظبي من فريقه الذي كانوا معاه إلى لبنان بنفس اليوم أمس نتحدث عن أمس وأرسلهم إلى بيروت ليتحدث مع النظام اللبناني بأنه هناك جدية خليجية ليس فقط سعودية لضرب حزب الله وتقليم ما تسميه الإدارة الأمريكية تقليم حزب الله في لبنان نعم يعني دكتور سعد إن كان الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون واستهدف العاصمة الرياض غير معادلة الصراع كما يبدو حتى الآن برأيك يعني هذه التهديدات السعودية هل يمكن فعلا السعودية أن تذهب لحرب حقيقية مع إيران ما شكل هذه الحرب التصريحات بحد ذاتها هي تصريحات حرب يعلن حرب لكن إذا الإنسان جلس بهدوء وبدأ يحلل واقع ما يجري على الأرض ما هي إمكانيات المملكة العربية السعودية في أن تشير حرب على إيران أو حتى على حزب الله على أدرع إيران على أدرع إيران يعني إذا كانت إسرائيل بكل جبروتها بكل هذه القوى التي تمتلكها لم تستطع أن تفعل شيئا مع حزب الله وهزمت في معركتين فهل يعقل أن طائرات سعودية حتى وإن كان هذا التقرير صحيح قال الأخ محمد أنه نقلت إلى قبرص لضرب حزب الله ستحقق نتيجة إسرائيل تقول أن أي نتيجة ضد حزب الله لا يمكن أن تتحقق إلا بتوجيه ضربة تدمر لبنان بالكامل هذا آخر تصريح طيب وهم مردوعين يعني غير ناوين في دخول مثل هذه المواجهة ولا يوجد دليل على أن إسرائيل مستعدة لأن تشن حرب على حزب الله إكراما للسعودية أو للولايات المتحدة الأمريكية طيب إذن هذا المجال غير ممكن أو غير واقع أو سيسبب مشاكل ولن يحن نتيجة إذا كانت الأرض السورية هي الساحة التي يتحدثون عنها المشروع الأمريكي السعودي الخليجي الإسرائيلي في سوريا هزم الآن سوريا تتسير في طريق آخر في المحور الإيراني السعودي المحور حزب الله إيران سوريا وروسيا طبعا أكثر من غير الدولة أخرى الآن هم يمتلكون الكف الأعلى نعم هناك مشاكل ربما أمريكا تزيد من التدخل في إيران في السعودية ترسل قوات أخرى تشجع أطراف على الاستمرار بالعمليات العسكرية لكن هذا لن يجدي نفعل بالنتيجة لن ينجح هذا المشروع العراق هم ليسوا بخادرين أن يفعلوا شيء في داكلة ضد إيران فإذن تبقى اليمن المشكلة أن الأخوة في السعودية لما دخلوا إلى اليمن أو لما قرروا التدخل في اليمن قالوا أن هذه مشكلة لمدة شهرين ثلاثة وتنتهي وننهي كل المشكلة وأنا أذكر أنه جلست مع أخ سعودي في مقابلة تلفزيون وقالت هذه حرب طويلة وهذه مغامرة لن تنتهي بسهولة وأنزعج هو من هذا الكلام الآن نحن في السلة الثالثة ولم تحسم هذه القضية نعم فكيف يمكن للسعودية أن ترد إما أن توجه صاروخ من منطقة من المناطق ضد إيران أو تبقى في التصعيد إلى أن يحدث ما يهدي المشاكل يعني محمد إن كنت تتفق مع ما أتى عليه الدكتور سعد الجواد بأن الأمور لن تصل للمواجهة المباشرة ما بين السعودية وما بين إيران هي حرب الوكالة في صحة الصراع ما الجديد في هذه الحرب؟ يعني ما شكل هذه الحرب المقبلة التي تروج لها السعودية وكأنها فعلا تقرأ طبول الحرب؟ نعم إيران منذ عشرين عاما تحت إشراف جورج بوش الأبن وبارك أوباما وسعت نفوذها في المنطقة يعني بترحيب مباركة أمريكية وما تسميه إيران بمحور المقاومة بين القوسين ولا علاقة له بالمقاومة هو مشروع جيوستراتيجي يخدم مصالح الصين وراعي هذا المحور الذي إيران تسميه المقاومة نحن نسميه المحور الإيراني أو روسيا أو الصين وبعد الاتفاق النووي الغرب في كل حالة من يرعى محور المقاومة بين القوسين هو أو شريك أو حليف أو صديق إسرائيل فلا يمكن لمحور أن يرعاه غوى بعينها وهي حليفة أو شريكة أو صديقة لإسرائيل أن تعادي إسرائيل فهذا العداء يبقى عداء دعائي وليس عداء واقعي أما هذا من أجل استقطابات بين العرب وتجديد بعض العرب لصالح المشروع الإيراني في الإقليم أما لسوريا لأنه هي المحورة الآن العقدة الرئيسية دعنا نأخذ حتى نستطيع أن نقول ما هو شكل الصراع متى سمح بالحرف الواحد سمح للجيش السوري أن يدخل البوكامال الذي انتهى أمس غضية البوكامال متى ما وضعت للايات المتحدة الترتيبات اللازمة لتحجيم الميليشيات في العراق ميليشيات الحجد الشعبي واليوم تصريح للعبادة أو بالأمس بالأحرى أن معركة الفساد في العراق لا تقل خطورة وأهمية من معركة داعش هذا بالحرف الواحد الآن من هذه المتغيرات السريعة وأيضا النظام السوري بالعكس ما تروج له الإدارة الأمريكية من مبعوث لأوباما زار دمشق بالأيام والشركات العمانية بالواقع بالنيابة بالوكالة عن الولايات المتحدة دخلت قطاع الطاقة في سوريا هناك تنسيق سوري أمريكي خلف الستار نعم سأعود لك محمد أشرك معي السيد حسن أحمد يان أستاذ دراسات شرق الأوسط في جامعة طهران من طهران أهلا بك سيد حسن معنا هل بلغ التصعيد ما بين إيران والسعودية فعلا أعلى المستويات يعني على المستوى القيادي سيد حسن روحاني هو من يرد ويرد بلغة تحدي واضحة من تصريحاته من هم أكبر من السعودية لم يقدروا على النيل من إيران تعرفون قوة إيران وأنتم أصغر من أن تقوموا بذلك هذه التصريحات عندما تأتي من حسن روحاني إلى ماذا يؤشر خلال المرحلة المقبلة مساء الخير مساء الله أهلا لك ولمشاهدين بالتأكيد الرئيس روحاني يعني تريف كثيرا في الرد هناك تحركات سعودية تمرت تقريبا أمتين الآن في التصعيد بالإيران الآن مع مجيء الرئيس ترامب هناك دأب سعودي للإتيان بدغوط أمريكية وشيطنت إيران للرد بغية إيقاعها في فخة المواجهة مع الأولاد المستحدة ذلك يحدث في لبنان وذلك يحدث أيضا في مناطق دول أخرى في المنطقة لذلك هذا التصعيد يواجهه تصعيد الرئيس المشكلة في هذا الفهم أنه في هذا الواقع المستحدث أنه منذك العربية السعودية تبحث عن التصعيد وإيران تحاول إيقاف هذا التصعيد لكن ليس بيدها الكثير للوظيف أمامه إلا بالرد بلغة التحدي والوقوف يعني بالتحدي أمام التحدي يعني الرد فعل متحدي للتحدي السعودي ذلك يرد الرئيس عوحاني وهو من قير عادته أن يرد على آكذا تحركات لكن الواضح أنه طبعا وصل إلى مرحلة القيادة تدخلت فيها وعتقد أنه هذا على الأقل في رقود الماضية قد نظيره نعم ابقى معنا سيد حسن أعود لك دكتور سعد هل نحن أمامه تحرك سعودي أو سلوك سعودي جديد مفاجئ للجميع في المنطقة وحقيقة أربك إيران يعني إن كان قد أربك إيران أو لا هذه علامة استفهام كبيرة أنا لستم بالمدافع على إيران ولكن عندما يرد السيد روحاني يعني واضح أن الموضوع يعني أنت تعرفين أنه لا يوجد بلد قد تضرر من التمدد الإيراني مثل العراق ولا يزال وإذا كان التمدد العسكري يعني مؤثر ومزعج فإن التمدد الأكبر هو في دعم حكومات فاسدة وأشخاص فاسدين لكن أنا أقول أنه الحديث الإيراني والدهاء السياسي الإيراني ربما يستوجب من عندهم تخفيف التوتر وتقليل من يرد هو رئيس الجمهورية ويحذر لكنه تخفيف للتوتر لأنه يعني إذا حدث أي صدام هو ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف هو يعتقد أنه هو الآن يده له اليد العليا وبمباركة أمريكية أو بسكوت أمريكية حتى ليس بمباركة أمريكية يعني السكوت الأمريكي عن ما قامت به إيران طول هذه الفترة هو كافي لأن يدعم إيران فشنو يعني المبرر في أن يدخل في مواجهة عسكرية غير معسومة علما مثل ما قلت قبل قليل إمكانيات المواجهة هي قليلة ولا تؤشر على تضريب يعني توجيه ضربة موجعة لإيران مهما كانت هذه المواجهة يعني سيد حسن يعني لماذا الاتهامات الإيرانية الرسمية للسعودية بأن الموضوع أكبر من السعودية وبأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي منطقة خلف السعودية في المقابل يعني ألا تبدو السعودية فعلا قلقة من أن إيران يعني تسعى لأن تكون صاحبة الدور الأول نفوذا في المنطقة في مقابل تحجيم أي أدوار أخرى سيد حسن هل سمعت السؤال أعيد عليك السؤال مرة أخرى يعني كنت قد سألتك لماذا الاتهامات الإيرانية للسعودية بأن هذا التصعيد هو أكبر من السعودية أن الولايات المتحدة وإسرائيل هي منطقة خلف السعودية ولكن حقيقة أليس مشروع للسعودية في المقابل أن يكون لديها هذه المخاوف من أن إيران تسعى لأن تكون صاحبة الدور الأول في المنطقة وصاحبة النفوذ الأول في مقابل تحجيم أي قوى إقليمية أخرى طبعا الواقع تاريخ العلاقات الإيرانية السعودية يشير إلى أن الدولتان تتنافسان إقليميا منذ عقود يعني ليس الآن منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم لكن هناك فترات يعني هناك عقلنا في هذا التنافس على المستوى الإقليمي يعني حتى 2015 هناك شيئا من الرواجة الغير مكتوبة التي تم مع الدولتان من المضيف في سياسات يعني تؤدي إلى تصعيد قد لا يتوقع أو قد لا يرسل له أو لا تحمي أخبار كما يقال لكن الآن المنطقة العربية السعودية قطعت ذلك هناك حجوم على يعني كل ما يأتبط بإيران وهناك محاولة لربط كل طضية ساخنة في الأقليم على أنها من صنع إيران وعدم الاستقرار في الأقليم من صنع إيران وهذه محاولة يعني حتى الصاروخ الذي أطلق من اليمن على الرياض جرى ربطه مباشرة قبل أن يصل للأرض بإيران على أنه صاروخ إيراني بقيت ربط هذا الموضوع بالقضية ساخنة اليوم في واشنطن قضية الاستلاح الإيراني الصواريخ الإيرانية هناك محاولات دعوبة لربط كل ما في المنطقة من عدم الاستقرار بإيران بقيت الاتيام بالولايات المتحدة وهذا غير مسبوك في العلاقات الإيرانية السعودية هذا هو المستحدث السعودية اليوم لا ترسم أي خطوط حمراء في تعطيها أو في مجابحتها لإيران أو تنافسها الإقليمي مع إيران المشكلة أن السعودية ترى نفسها خاسرة في فترة الربيع العربي نفسها خاسرة في اليمن في سوريا في الهراق في سواء الأخرى لذلك تحاول الرجل نعم أمام هذا التصعيد سيد حسن الغير مسبوك ما بين الطرفين يعني برأيك إلى أين ستتجه الأمور يعني ما هي مسارات التصعيد المحتملة أو إذا صح التعبير ساحات التصعيد المحتملة بين البلدين الذين يخوضان حربا بالوكالة في دول غير دولهم حقيقة طبعا هذه الإشكالية يعني لو كانت المملكة السعودية ترى أن أفعالها سترد عليها هذه المشاكل أو المشاكل يحدثها هكذا تطور وتعود على السعودية وعلى إيران أيضا لكانت تريست قليلا في المضي في هذه السياسة هي أساسا تعود بالسياسة كانت الأولاد المتحدة قد اتخذتها تجاه إيران قد قطع أزرع إيران كما كانت تلصب في فترات سابقة اليوم المملكة السعودية لا تجابه إيران مباشرة تجابهها عبر مناطق ودول أخرى وهذا تأتي بالويلة وإيران وإيران تقوم بنفس الدور أيضا حتى نتحدث بموضوعية وإن كان هذا الأكبر طبعا بالتأكيد لكن الفرق بين إيران والسعودية فرق شاسع المشكلة عندما دخلت السعودية السورية بغية إسقاط الرئيس الأساس أساس ترد الفعل أمام الفعل السعودي كذلك هاجمت السعودية يعني وقفت أمام الوقع الجديد في العراق إيران دعمت العراق يعني التصعيد الإيراني إن جاء في المنطقة على مر العقد السابق من عدم الاستقرار في المنطقة كان رز أتسال على الفعل السعودي الذي كان يريد قد أدره إيران هذا الفرق عندما عندما تبدأ حرب في يمن تتوقع أن إيران تصمت وتتراجع إن إيران تقوم برد الفعل نعم والطرف الآخر ينظر للموضوع أيضا بأنه في إطار رد الفعل على استخدام إيران لأذرعها في المنطقة شكرا جزيلا لك سيدة حسن أحمد أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران من طهران على هذه المشاركة لأن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال الحوار أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني الآن أشرك معي أيضا عبر سكايبال سيد هشام الغنان الكاتب والبحث السعودي من منشستر أهلا بك سيد هشام معنا يعني بداية هل نحن حقيقة أمام تحول في استراتيجيات الصراع السعودي الإيراني خلال هذه المرحلة مساء الخير بداية مساء النور الحقيقة أنا لا أحب أن أظهر كناشط ولكن فضل دور المحلل لكن لابد الحق من تازية الشعب العربي في الأحواز في مقتل أبو ناهض السيد أحمد مولى وللأسف يعني أن هذا مرتبط أيضا بالمعركة مع إيران المعركة مع إيران لأن أصبحت كما يقول خبراء العلاقات الدولية زيرو سام قيم يعني معادلة صفرية والأسف أن الإيرانيين هم اضطروا وخصومهم في المنطقة إلى ذلك المعركة مع إيران الآن أصبحت وجودية وشخصنا وبقالي الأقوى الآن نشهد لحظة مفصلية في تاريخ المشروع الإيراني في المنطقة نعم ولحظة مواجهة كبرى جميع الاحتمالات المفتوحة على الطاولة سواء كانت دبلوماسية أو غير ذلك دعينا أشدد على هذه الحل قد يكون أيضا غير دبلوماسي صحيح فهذه ميليشيات التابعة لإيران في المنطقة الآن مثل حزب الله التنظيمات تصبحت عابرة للحدود تضيها مركز في دولة مثلا بالنسبة لحالة حزب الله في لبنان وتدثر بغطاء هذه الدولة وهذه اللعبة نعتقد لن تستمر يعني ما أدوات السعودية أو ما استراتيجية السعودية خلال المرحلة المقبلة حتى نفهم السعودية تتحدث بلغة واضحة بأنها وكأنها لغة حرب ما استراتيجية السعودية خلال هذه المرحلة إن كانت تريد أن تخوض هذه الحرب بشكل مباشر أو بالوكالة أولا الدولة السعودية دولة عاقلة وتحسبها بدقة وتعرف منها تواجه وإنها تواجه يعني هذا حزب متغادل في بنيت الدولة اللبنانية وعمل عسكري تجاه حزب الله بهذا الشكل عمل مفتوح لن يؤثر على الحزب بالأكسي هذا حزب على سنوات طويلة في لبنان ومواجهة مفتوحة معها في لبنان مثلا لن تفيد الحقيقة المقابل هو عمل عسكري يعني يستهدف قيادات الحزب أتصور في أرجاء المنطقة الحزب ينتشر الآن في اليمن وفي أماكن أخرى كثيرة من يهدد السعودية سيتم استهداف أنا أتصور حتى لو كان في أفريقيا المواجهة مع إيران ليست مواجهة سريعة أنا أتصور سيكون مواجهة طويلة واستراتيجية طويلة لا بد ملاحقة إيران في كل مكان ولا بد أيضا أن يكون هناك كما يقال فوتسون دي جراون لا بد أن يكون هناك مواجهة على الأرض لا يمكن أن يسمح لإيران تتحرك على الأرض وتكون المواجهة من أطراف الأخرى مواجهة بالمسيطة هل ترى أن هناك ساحات تصعيد فعلا محتملة تقدم عليها السعودية منها الساحة السورية الساحة اللبنانية الساحة اليمنية وإن كانت فعلا ستخوض الحرب في هذه المناطق هل السعودية ستخوض هذه الحرب لوحدها ما هي الأدوات التي ستعتمد عليها لمواجهة أذرع إيران في هذه المناطق بإمكان السعودية تستخدم نفس الأدوات الإيرانية لا أتصور أن يكون هناك مواجهة مفتوحة لا بد أن تكون خليط بين أثنين لا بد من تفعيل دور الحرب والموكالة وليس فقط في الساحات التي ذكرتها لا أتصور حتى أفريق دائما يتم تجاهلها في تواجد إيراني كبير هناك وأنا تصور هنا سيكون هناك مواجهة سعودية إيرانية حتى في أفريقيا الساحة الآن مفتوحة لكن نشهد الآن تحول وتغير نوعي في السياسة السعودية تجاه إيران تحديدا بإشراك أدوات غير دموناسية في المواجهة مع إيران ليس بالشرط ضرورة أن تكون حرب مفتوحة لكن بتأكيد أنه سيكون هناك مواجهة على الأرض ابطمنا سيد هشام سأعود لك يعني دكتور جواد هل يمكن فعلا أن تغامر السعودية كما يقول السيد هشام الغنام بأن تدخل في مواجهة وفتح يعني جبهة جديدة في ظل هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة هل يمكن أن تذهب لحرب مع حزب الله في صحات الصراع يعني نحن قلنا في البداية أنه إذا كانت إسرائيل لم تستطع أن تفعل شيئا مع حزب الله في حربين ولحد هذه اللحظة فما أعتقد أن المملكة تمتلك قدرة أكبر لمواجهة حزب الله هذه من ناحية أنا أعتقد أنه هناك بكل تواضع خيارات يعني إذا صارت خيار مواجهة في أفريقيا فهذا لن يؤثر على إيران ولا على دورها في المنطقة يعني مواجهة في منطقة بعيدة خيار واحد موجود لدى السعودية ولدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل الآن ما هو يعتمد على أن يستخدمون أوراق من أقليات في المنطقة وخاصة الأكراد بصورة واضحة حسب مدى نشوف الآن بعد أن انهار السيد مسعود البرزاني بعد الاستفتاء وفشله في الاستفتاء بدأ الآن يطلع دورة أكثر وهناك تأييد أمريكي إلى ودعم إسرائيلي إلى ودعم إسرائيلي وأمريكي لأكراد سوريا ربما يستخدمون هؤلاء الأشخاص وقربهم من الحدود من الحدود الإيرانية لإثارة مشاكل في كردستان إيران لقيام بهجمات على إيران هذا ممكن أن يحدث إرسال أو إطلاق صواريخ من هذه المنطقة على إيران رداً على الصاروخ الذي أتى من اليمن هذه كلها ممكنة لكن السؤال الكبير ماذا ستكون نتيجة مثل هذه المواجهة هل ستستطيع السعودية أن تركع إيران إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أساساً غير جادة في هذه المسألة هل ستستطيع المملكة أن تقوم بهذا الدور يعني هذا سؤال مهم جداً دكتور سعد من أهم حلفاء السعودية يبدو بشيء الآن خلال هذه المرحلة الولايات المتحدة ما موقف الولايات المتحدة محمد إذا هذا التصعيد دعنا نتوقف عن تصريحات روحاني قال أمريكا تلعب بمهارة وتعمل على نهب أموال المنطقة بالأخص السعودية تريد منطقة ملتهبة لتستمر في بيع الأسلحة والسعودية تهاجم إيران بالوكالة عن الولايات المتحدة وعن إسرائيل ما موقف الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة هل هي فعلا تدعم السعودية فقط في إطار الاتهامات لإيران أم هي فعلا جادة بدفع إيران للدخول بمواجهة مع السعودية نيابة عنها نعم هذا التصريح هذا التصريح لروحاني والذر الرماد في العيون وهي ليست حرب الوكالة بل حرب مباشرة الآن تحضل إدارة ترامب مع إيران المشهد الإقليمي هو هكذا تم حذ الجماعات السنية بين القوسين طبعا الحاملة للسلاح من المشهد واستبدالها بجماعات تتبناها رسميا للولايات المتحدة مثل قصد في سوريا وحذف داعش مثلا جماعة تتبناها جهات استخباراتية خلف الستار تدعم هذه الجماعة في جماعة أخرى الآن جاء دور حذف الجماعات المحسوبة بين القوسين الشيعية على إيران من المشهد ستحذف هذه الجماعات هذا الحذف لا يتم من خلال حرب هذا غلط يعني ما سيحصل كافي تجميد الأرصية أو الدعم الغربي لحزب الله أو تبييض الأموال اللي نشرت وكالة رويترز للأنباء قبل ثلاثة أعوام عن تعامل بنوك باركليز لويدز وحس بي سي وبنك في سويسرا وبنك في ألمانيا لتبييض أكثر من 16 مليار دولار لبيع المخدرات لحزب الله وفيلق القدس في أنحاء العالم والولايات المتحدة فرضت العقوبات على هذه البنوك يعني هذا ليس تصريحا خفيا لكل العالم يعلم عنه يعني الآن الولايات المتحدة تعمل جادة وجاء اليوم يعني ناقشنا في بداية الحلقة عن مخاطر يتحملون مخاطر التعامل مع الحرس الثوري الولايات المتحدة ستجفف مصادر توميين حزب الله وميليشيات الحجد الشعب وغيرها إذا تم تجفيف هؤلاء هؤلاء سيختفون على خصوص جناح العسكري يعني لا خصوص جناح السياسي يعني حزب الله سيبقى في صاحة لبنانية كجناح سياسي هذا ما تريد الولايات المتحدة وجميع متفق عليه المنطقة شاهدة يعني ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة السنتين وثلاث حذف أسلحة إيرانية الإيران لا تريد أن تحذف ببساطة ستتحمل تبعاء ذلك وستدفع المنطقة ثمن ذلك الحذف اللي إيران انتشرت به خلال هذه السنوات نعم يعني سيد هشام إذا أردنا أن نتحدث عن التحالفات التي يمكن أن تنشأ جراء هذا الصراع يعني ذكرت بأن السعودية ذاهبة لهذه المواجهة بقوة وتعتبر نفسها رأس الحرب في هذه المواجهة ما هي التحالفات أو من هم الحلفاء الذين يساندون السعودية في ظل الاتهامات الإيرانية بأن السعودية تخوض هذه الحرب نيابة عن الولايات المتحدة وعن إسرائيل إسرائيل أيضا الآن تجري مناورات في إطار أي احتمال لأي عمل قتالي طبعا أولا أنت صحيح بسيطة أنا ما أقول يعني تطيفك في السعودية يرد على كلام أنا ما أقول أنا ما أقول بالأكس أنا قلت عكس ذلك السعودية لن تستهدف حزب الله في لبنان نفسه السعودية هدفها نزع سلع حزب الله هذا العمل سيقوم به اللبنانيين ساحة الصراح ولكنك قلت بأن السعودية في إطار التوجه نحو هذا الخط أنا لم أقولك ما لم تقل لا شك في إطار مواجهة شاملة مع هذا الحزب وغيرها والأدوات التول كتري في السعودية كثيرة منها وراق مهمة ليس فقط الورقة الكردية ذكرها أضيفك هناك الورقة الأحفاظية هناك ورقة المعارضة الإيرانية سواء في داخل إيران أو في خارجها ورقة الأقليات عموما في إيران لو تم تفعيلها فسيكون موقف السعودية أقوى هذا أولا ثانيا السعودية تمتلك الأداة الاقتصادية وتأثير على الكثير من الدول في المنطقة بإمكانها الضغط على الكثير من الدول حتى يتم أن تنساق هذه الدول في هذا المحور السعودي باستطاع السعودية ولكن رأينا تصريحات السيسي السعودية أغضقت عليه أنت تعلم كم أغضقت السعودية على مصر والسيسي خرج ليقول بأنه ليس مع أي ضربة لحزب الله السعودية لا تخضغ موالا بلا مقابل سعودية تعرف تصرف هذه الموال وتعرف وهذا مهم الحقيقة السعودية لا تخوض حربا بوكان لا أولادة المتحدة ولا عن إسرائيل ولا عن غيرهم السعودية تعرضت في إطلاق صواريخ باليستية من دولة يعني إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي ميليشيات مسلحة ميليشيات عبر حدوث صواريخ باليستية هذا لا يحدث في أي مكان في العالم تم إطلق صواريخ على عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فطبيعي أن يكون الرد للسعودية بالعكس أقصى وأشد من ذلك لكن هو السعودية يعني سياسة السعودية دائماً عقلانية في هذه الأمور وتحاول أن تجد حل وتوافق السياسيين لكن مع وجود يعني عدو مختل وليس عقلاني ولا برقماتي مثل العدو الإيراني الحقيقة لا بد من خض مواجهة مثل هذه المناخ الدولي الآن هو يجب أوضع الأمور في طارها هناك مناخ دولي مساند للسعودية الحقا وهناك فرصة ذهبية لابد من الاعتراف مساندة للسعودية الآن الوضع الآن ليس مثل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هناك رئيس أمريكي دارة أمريكية الجديدة في منطقة على الأقل تقدم دعماً حتى الآن للسعودية في هذه المواجهة مع إيران ويجب استقلال ذلك حتى أقصى مدى نعم شكراً جزيلاً لك سيد هشام الغنام الكاتب والبحث السعودي من منشستر على هذه المشاركة أعود لك دكتور سعد من سيكون حلفاء السعودية يعني هذا السؤال الذي أتيت على طرحه فعلياً ما شكل التحالفات التي ستتكون جراء هذا الصراع وأيضاً في إطار الحديث ما عنوان هذا الصراع هل هو الصراع طائفي سيكون؟ يعني مع الأسف نحن لما نتحدث عن عداء أو عن طرف آخر نحاول أن نستعديه نحاول أن نبرر كل شيء الآن نعم إيران تعاني ربما من مشكلة وجود أقليات متعددة ووجود تذمر بين هذه الأقليات ويستطيع أي طرف خارجي يتحدث عن ذلك وأن يستخدمه لكن الطرف الخارجي ليس له نفس هذه المشكلة ألا توجد لديه في الداخل مشاكل لأقليات مذهبية عرقية نعم وتذمرات ومناطق ساخنة يمكن أن تستخدم تركيا حاولت أن تستخدم الورقة الإرهابية ودعمت داعش ودعمت 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 ثم وجدت نفسها أنه كل هؤلاء الذين دعمتهم بدأوا يرتدون عليها وبدأت تشهد عمليات إرهابية في داخل تركيا وبالتالي غيرت من موقفها وبدأت تتحدث بأسلوب آخر الآن أنا الذي أريد أن أقوله المملكة في مشاكل داخله في مشاكل عديدة أولا الحرب في اليمن هي لم تنتهي ولم تحسن اثنين المشكلة في مجلس التعاون الخليجي لم تحسن ولم تنتهي ومستمرة نعم التدخل في سوريا مستمر ولم يحسن إضافة إلى ذلك السيد الأمير ولي العهد خلق مشكلة جديدة في الداخل عن طريق مواجهة رؤوس الأموال وشخصيات كبيرة في العائلة وفي الاقتصاد السعودي نعم وهذه مشكلة كبيرة الآن هو يعاني من عدها وبدأ يصير حديث الآن عن ليس فقط مشكلة رؤوس الأموال وإنما عن ولاية العهد وعن المشكلة في داخل البيت السعودي نعم وكل هذه المشاكل معلقة فكيف تستطيع دولة بهذه المشاكل أن تقفز على مشكلة أكبر وأضخم ومن هم حلفاء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تقول نحن مع هذا المشروع ولو أن السعودية تكذب تحالفها مع السعودية مع إسرائيل في هذا المجال لكن إسرائيل تصرح وفي التلفزيون الإسرائيل يتحدثون والصحف اليومية والصحف اليومية يتحدث عن هذا لا يوجد طرف آخر الأردن يعني في موقف لا يحسد عليه لا يمكن أن يدخل فيه مثل هذا التحالف السيسي ظهر بصورة واضحة وقال أننا لا نحب الضربة على إيران أو على حزب الله فمن هم الأطراف في المنطقة عدى الولايات المتحدة حديثا وليس فعليا تؤيد هذا الشيء ماذا فعلت؟ هل أرسلت قوات إلى السعودية؟ هل أرسلت طائرات إلى السعودية؟ نعم يعني محمد شكل التحالفات التي يمكن أن تنشأ جراء هذا الصراع إلى جانب الولايات المتحدة من سيقف أو يصطف إلى جانب السعودية؟ حتى الآن مصر الأردن الكويت بحرين الإمارات والسعودية هذا محور المحور الثاني الذي حتى الآن نرى ملامحه بدأ يتشكل أكثر يعني يتكون أكثر تركيا إيران حد ما قبل الانفتاح السعودي على العراق العراق والآن العراق بدأ يبتعد عن ذلك سوريا موقفها غير محسوم سوريا الآن لديها خطوط عريضة للتواصل مع الإدارة الأمريكية مع ترامب وطبعا ملاقتها مع روسيا واضحة جدا سوريا الآن يعني ستحدد قرارها بعد ما حس شكل حسم المعركة في العراق إذا العراق اتجه للولايات المتحدة سوريا لا تستطيع أن تبقى في المحور الإيراني وإيران تبقى يعني هذا سوريا مان نقصد النظام الحالي اللي هو الآن مسيطر على المشهد لأنه لا يزال شوفي ولكن يعني هل الكلمة له يمكن أن نتحدث عن شوفي لما نقول الخلفاء مثلا روسيا والولايات المتحدة الآن هم يرعيان الملف السوري يعني نتحدث عن أنا قلت الولايات المتحدة روسيا يعني اللي يتحكم بالمشهد السوري الآن القوتين العظميتين الرئيسيتين العراق إذا اصطفى إلى هذا الجانب يعني أخصد الولايات المتحدة الإيران تبقى بمفردها هذا ما يحاك للمنطقة ليس هناك مواجهة مباشرة عسكريا بل هو تقليم أظافر تدريجيا كما بني تدريجيا يعني جورج بوشي ابن جاء بالمشروع الإيراني الآن يتم تحجيم هذا ممكن يطول سنتين أو ثلاثة نتحدث عن معركة طويلة شكرا جزيلا لك محمد المدحجي الكاتب والمحلل السياسي الإيراني أشكرك جزيل أشكر دكتور سعد ناجي جواد الكاتب والمحلل السياسي بذلك نأتي مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث الإيراني ألقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة